مرحبا نحن بحصة من التربية الوطنية والتنشئة المدنية محور المواطن والانتخابات الدرس الرابع أنظمات الانتخاب أنظمات الانتخاب بهذه الحصة رح نتعرف إلى الأنظم الانتخابية المعتمدة بالعالم كما رح نطلع على العلاقة بين النظام الانتخابي حجم الدائرة الانتخابية وصحة التمثيل وعدالته بالإضافة إلى نظام الانتخابات المعتمد اليوم في لبنان أنظمات الانتخاب ما هو تعريف أنظمات الانتخاب؟ هي الأنظمية التي عاسسها تصير عملية الاقتراع وأعلان نتائج الانتخابات والنظام الانتخاب أثر مباشر في صحة التمثيل وعدالة التحالفات أما أنواع أنظمة الانتخاب فهي ثلاث النظام الأكثري النظام النسبي والنظام المركب أو المختلط خلينا نحضر سوا فيلم فيديو حول نظام الأكثر أغلب الأنظمة الانتخابية المعتمدة بالعالم تنقصهم لثلاثة أقصام رئيسية الأول النظام الأكثري الثاني النظام النسبي والثالث هو مختلط بين الاثنان النظام الأكثري مثلاً يعني بديرة انتخابية معينة في ليحتان افتغاضاً ليحة الفريق الأخضر وليحة الفريق الأحمر إذا الفريق الأحمر طلع له 51% والأخضر 49% من الأصوات الأحمر بياخد كل المقاعد والخضر ما بيطلع له شيء ولا حتى أجر كرسة والأحلى إنه مش ضرورة تاخد فوق الـ 50% من الأصوات مجرد اللي يستجيب أصوات أكتر من الثاني تربح كل المقاعد نظام الأكثري ما هو تعريف النظام الأكثري؟ هو النظام يلي بيأدي لفوز المرشح لذي ينال أكبر عدد من أصوات المقترعين من بين المرشحين المتنافسين وهيضاً نظام يعطي الناخب الحق في اختيار مرشح واحد كما في بريطانيا أما عدة مرشحين كما كان الحال في لبنان سابقاً ملاحظة يمكن اعتماد النظام الأكثري في دورة واحدة أو في دورتين خلينا نشوف أينما تم نعتمد النظام الأكثري بدورة واحدة وأينما تم نعتمده بدورتين نظام الأكثري في دورة واحدة عندما يفوز في الانتخابات الذي ينال أكبر عدد من أصوات المقترعين أما نظام الأكثري الثاني يفوز في الدورة الأولى عندما يفوزه بالدورة الأولى المرشح الذي ينال الأكثرية المطلقة من المقترعين يعني نصف المقترعين زيادة واحد على الأقل في حال لم ينال أي مرشح الأكثرية المطلقة في الدورة الأولى عندها تجرى دورة ثانية ويفوز فيها من ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين فإذا بنلجأ للدورة الثانية لما الدورة الأولى ما بتعطي نتائج مطلوبة مدى أهمية إجراء الدورة الثاني؟ في ملاحظة بنانتبه لها أنه يعتمد النظام الأكثري من دورتين في الدول التي فيها تعددية سياسية وحزبية نعطي المثل كفرنسا مثلا أما أهمية الدورتين يفسح النظام الأكثري في الدورة الأولى المجال أمام مختلف القوى السياسية لترحي برامجها واستقطاب الناخدين ويكون المجال واسع أمام المقترعين ليختاروا من يقتنعون به هذا أول إيجابي كمان ترسح الدورة الثانية المجال أمام التحالفات بين الأحزاب والقوى السياسية فينسح بموجبها مرشح لصالح مرشح آخر عندها تضيق حرية الاختيار أمام المقترعين وبصير إمكانية الاختيار أسهل وأهيام وبالتالي بتأدي التحالفات دوري كتير كبير في تحديد نتائج الانتخابات وخصوصا في الدول يلي تستقطب فيها الأحزاب القسم الأكبر من المقترعين خصائص وميزات النظام الأكثري أول شي يمتاز النظام الأكثري بالبساطة والسهولة وعدم التعقيد يحقق عدالة التمثيل وخاصة في الدوائر الصغر أما في الدوائر الكبرى فلا يحقق عدالة في التمثيل لأنه لا يمثل جميع المقترعين أغلب الأنظمة الانتخابية المعتمدة بالعالم تنقصهم لثلاثة أقصام رئيسية الأول النظام الأكثري الثاني النظام النسبة والثالث هو مختار بين الاثنين أما النظام النسبة فإذا لاحة الفريق الأحمر أخدت 60% ولاحة الفريق الأخضر أخدت 40% الحمر بيأخذوا 60% من المقاعد والخضر 40% مش عادلة ومانطقية أكتر؟ والانتخاب بالنظام النسبة بيصير على أساس اللوايح يعني برامج مش أشخاص والليحة بتكون مقفلة يعني ما فينا نغير فيها بترتيب الأسامة أو نشطب منها أو نزيد عليها بتكون إلى رمز ولون وشعار كرمل كل الناس تقدر تعرف وتميز مين على تنتخب وكل الليحة تدفل على أصوات تاخد مقاعدة حجمة وكرمل هيك كلما تكون الدوائر كبيرة كلمة نسبية بتساعدها على تمثيل الكل واللي منقصده بحجم الدائرة مش يعني عدد سكينها كتار أو مساحتها جغرافية كبيرة قصدنا بعدد المقاعد كلما كتره كلمة نسبية صارت أفضل يعني مثلاً ثلاث لوائح 250 ألف صوت 20 مقاعد إذا قصمنا عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد بتلعنا الحاصل الانتخابي يعني كل الليحة بدا تجيب 12500 صوت تيطلعنا مقاعد إذا الليحة الحمرة جابت 125 ألف صوت بتلعنا عشر مقاعد وإذا الليحة الزرقة جابت 88 ألف صوت بتلعنا سبع مقاعد وإذا الليحة الخضرة جابت 37 ألف صوت بتلعنا ثلاث مقاعد وتوزيع المقاعد بيصير عمودة على الشكل التالي أول عشرة من الليستة الحمرة بينجحوا أول ثلاثة من الليستة الخضرة بينجحوا وأول سبعة من الليستة الزرقة بينجحوا بينما لو كنا بالنظام الأكثر كانت الليستة الحمرة أخذت العشرين مقاعد تعريف النظام النسبي هو نظام يلي بيفسح المجال أمام مختلف القوى السياسية لتتمثل بعدد من المقاعد بوازي عدد المخترعين لمصلحة لوائحة فأذن كل القوى بتقدر تتمثل بالنظام النسبي اثنين هو النظام يلي بيفترض التصويت باللائحة والثلاثة هو النظام يلي بيفسح المجال أمام تمثيل مختلف القوى السياسية بالتالي بيساعد على نشوء الأحزاب ونموها كيف تتشكل لوائح نظام النسبي؟ تتشكل وفق نوعين في لوائح مقفلة في لوائح مفتوحة تفاضلية شو يعني لوائح مقفلة؟ عندما يقترى الناخب لللائحة كما هي دون أن يعدل في أسماء المرشحين مفتوحة اللوائح المفتوحة يضع المخترى أسماء المرشحين وفق التسلسل الذي يريده هو بيختار الأسماء ويركب لائحة على زوجه أما اللوائح المفتوحة التفاضلية بيجرى اعتماد الاقتراع التفضيلي في إطار اللائحة وفي الوقت نفسه للعدد الذي يحدده قانون الانتخاب من بين المرشحين عليها فيضع أمام أسمائهم إشارة مؤينة هيدولي النوعين يلي لللوائح كيف تتوزع المقاعد على اللوائح؟ لنفترض أن عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية هنه 200 ألف صوت وعدد المقاعد فيها 5 فيكون الحاصل الانتخابي 200 ألف على 5 بيساوي 40 ألف ناخب يعني كل 40 ألف ناخب بيعملوا مقعد انتخابي إذا جيبوا 20 بيطلع لهم نيبين إذا جيبوا 120 بيطلع لهم 3 نوات وهكذا تنقل كل لائحة عددها من المقاعد يساوي عدد المرات التي تكرر فيها الحاصل الانتخابي هيده مرة اتمنى بالفيديو يلي شوفنيه كيف يتم تعيين الفائز في كل لائحة؟ إذا كانت اللائحة مقفلة فإذا يفوز المرشح يلي وارد اسمه بحسب التسلسل براس الليستة أي الاسم الأول سمتاني سمتاني في اللائحة المفتوحة يجري اعتماد تصنيف المرشحين في اللوائح وفقا لإرادة الناخدين فيفوز من جاء اسمه أولا في أكسرية التصنيفات سمى الثاني سمى الثالث أما في الاقتراع التفضيلي يجري التصويت للائحة ثم ويمنح الصوت التفضيلي في اللائحة ذاتها لأحد المرشحين أو لعدد معين من المرشحين حسب قانون الانتخاب فإذا بالصوت التفضيلي في انتخاب للائحة ومن ضمن اللائحة يتم اختيار صوت أو أصوات التفضيلي حسب قانون الانتخاب شو هي أهمية وخصائص النزام النسبة؟ بحق نزام النسبة في الدوائر الانتخابية الكوبرى تمثيلاً أعدل من التمثيل الذي يحققه النزام الأكسري في هذه الدوائر ماذا نعرف عن نزام النسبة المعتمد في لبنان؟ ما هي ألية الاقتراع المعتمدة في لبنان؟ ما هو عدد اللوائح التي يحق للناخب الاقتراع لصالحها؟ لصالح كم صوت تفضيلي يحق للناخب الاقتراع؟ خلينا شوفهم سوا يعتمد لبنان النزام النسبي وفقاً للاقتراع التفضيلي بصوت واحد يعني ذلك أن لكل ناخب أن يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة ويحق له الاقتراع بصوت تفضيلي واحد لمرشح من الدائرة الانتخابية الصغرى من ضمن اللائحة يكون قد اختارها فذا المرشح عليه أن يختار لائحة انتخابية من هذه اللائحة الانتخابية عليه أن يختار الصوت التفضيلي في حال لم يقترع الناخب بصوت تفضيلي يبقى اقتراعه صحيحاً ويحتسب صوته فقط للائحة إذا أدل بأكثر من صوت تفضيلي ضمن اللائحة فلا يحتسب أي صوت تفضيلي ويحتسب صوت للائحة فإذا اختار لائحة ومن ضمن اللائحة اختار أكثر من صوت تفضيلي بلبنان يحق له بصوت واحد تفضيلي فإذا تلغى الأصوات التفضيلي ويبقى صوت التصويت للائحة يلغى اقتراع الناخب التفضيلي في حال أدلة بصوت تفضيلي للائحة يعني يلغى اقتراع الناخب التفضيلي في حال أدلة بصوت تفضيلي للائحة أخرى يعني اختار لائحة ونقل الصوت التفضيلي بلائحة أخرى ما بينحسب لصوته التفضيلي إنما بينحسب فقط صوت اللائحة أما إذا اختر عن ناخب بصوت تفضيلي فقط ضمن لائحة واحدة فيحتسب صوته للائحة وللصوت التفضيلي إذا اختار صوت تفضيلي دون أن يختار لائحة صوت واحد تفضيلي يعتبر وكأنه اختار لائحة وسط تفضيل ينحذب له لائحة وسط تفضيل بعد ما شفنا النظام النسبة المعتمد في لبنان رح نكفي بالنظام المختلط أو المركب شو يعني نظام مختلط أو مركب؟ يعني يجمع هذا النظام بين الدوائر الصغرى والدوائر الكبرى كيف؟ مرات بيعتمد النظام الأكسري في الدوائر الصغرى والمتوسطة ويعتمد النظام النسبي في الدوائر الكبرى أو في الدولة كدائرة انتخابية واحدة فإذا بيعتمد واحدة من الاثنين ساعة بيستعمل هيك ساعة بيستعمل هيك لعسى بعتبرناه نظام مختلط أو مركب شو الغاية من هذا الاعتماد؟ الغاية منه تحقيق تمثيل صحيح وعادل وشامل رح نحمل العمل تطبيقي سريع صغير سحح الخطأ في العبارات التالية رح اقريهم وبتمنى لايك تكونوا أسرع مني وتعرشوا الإجابة قبل ما أنا أعطيها علين يعتمد لبنان نظام الانتخاب الأكثري حاليا لبنان اليوم شو بيعتمد أي نظام انتخابي؟ يعتمد لبنان اليوم نظام الانتخاب النسبي حاليا عليننا النظام الأكثري يمتاز بالصعوبة والتعقيد بشو بيمتاز النظام الأكثري؟ يمتاز بالسهولة وعدم التعقيد بقولولنا في النظام النسبي تعتمد اللائحة المقفلة فقط في النظام النسبي تعتمد اللائحة المقفلة والمفتوحة أيضا فإذا انطلاقة من هذا التمرين كنلازم نقيسي شوية مكتسباتنا بالدرس ترجمة نانسي قنقر